اشتركوا في القناة عمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخبيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم بينما نحن جلوث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد في هذا الحديث دليل أن الصحابة كانوا يجلسون لتعلم العلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويعلمهم ولكن في ذاك اليوم دخل عليهم رجل لا يعرفونه ليس من أهل المدينة ومع ذلك لا تبدو عليه آثار السفر شديد بياض الثياب الثيابه غير مغبرة شديد سواد الشعر شعره غير مغبرة ولا يعرفه من القوم أحد قال عمر فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه هذه من آداب طالب العلم أنه يتقدم إلى معلمه ويصغي إليه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه أي ركبة جبريل سأتي بعد ذلك أن هذا الرجل هو جبريل عليه السلام فأسند ركبتي جبريل إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع جبريل كفيه على فخذيه على فخذي جبريل عليه السلام وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاعت إليه سبيله هذه أركان الإسلام الخمسة قال جبريل صدقت قال عمر فعجبنا منه يسأله ويصدقه كيف؟ واحد يسأل وكأنه يعرف الجواب قال فعجبنا من ذلك فعجبنا منه يسأله ويصدقه قال جبريل فأخبرني عن الإيمان قال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ثراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذه مراتب الدين أول الإسلام وأركانه خمسة ثم الإيمان وأركانه ستة ثم الإحسان وأركانه ركن واحده ولكنه على مقامين مقام المشاهدة ومقام المراقبة أن تعبد الله كأنك تراه هذا مقام المشاهدة فإن لم يتيسر فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا مقام المراقبة فالأول أن تقيم العبادة وكأن الله أمامك تشاهده والمغتب الأخرى أن تقيم العبادة وأنت تستحضر أن الله يراقبك فما قال فأخبرني عن الساعة الرجل هو جبريل يسأل أهو أفضل ملك يسأل أفضل رسول قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل لا أحد يعلم متى الساعة لأن المقصود ليس معرفت متى الساعة ولكن ماذا أعددنا للساعة ماذا أعددنا للساعة ثم قال فأخبرني عن أماراتها أي علاماتها فذكر صلى الله عليه وسلم علامتين قال أنت لدى الأمة ربتها هذه العلامة الأولى أنت لدى الأمة أي العبدة ربتها أي سيدتها كيف تلد الأمة السيدة يعني تكون الأم أمة والبنت سيدة قيل لذلك تفسيران الأول أنه يكثر العقوق في آخر الزمان حتى تكون الأم كأنها عبدها وأمة عند البنت وقيل تفسير آخر أنه يكثر التسري في آخر الزمان فيتزوج رجل الحر من الأمة فتنجب بنتا حرة فتكون البنت حرة والأم أمة ثم يذكر صلى الله عليه وسلم علامة آخر علامة أخرى من أشراط الساعة فقال وأن ترى الحفاة العرات العالة الرعاء الشاء يتطاولون في البنيان وهذا وقع فترى الأعراب الذين هم حفاة لا يملكون ما يستر أرجلهم ولا يغطيها وعراه لا يملكون يعني الجميل من الثياب هو الرث والمقطع العالة الفقراء الذين يتخذون من رأي الغنم والأبل مهنة لهم ترى هم يتطاولون في البنيان يعيشون في المدن ويتطاولون فيها وهذا وقع وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته ثم انطلق رجل يقول عمر ثم انطلق قال فلبثت مليا أي صاد فترة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أترغي من السائل قال عمر الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يحيننا على الإسلام ويميتنا على الإيمان وأن لا يتوفانا إلا وهو راض عنا إنه ولي ذلك والقارئ عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا